التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكيب عدد من مقاتلي قوات الصعيقة وذلك في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات ونقل القائد العام للقوات المسلحة تهنئة الرئيس السيسي لرجال الصعيقة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم مثمنا جهود قوات الصعيقة وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن التقى الفريق أول محمد زكيب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي قوات الصعيقة وذلك في إطار خطة اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات بدأ اللقاء بكلمة لواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصعيقة أكد خلالها أن رجال الصعيقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدرات الوطن مشيرا إلى الدعم الذي تليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصعيقة لتؤدي مهمها بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة ونقل القائد العام للقوات المسلحة تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الصعيقة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم مثمنا جهود قوات الصعيقة وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ مهامها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بالتزامن مع المساهمة في خطط التنمية الشاملة وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن في شتى المجالات مطالبا رجال الصعيقة بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة دوما في أعلى درجات الاستعداد القتالي لصون مقدسات الوطن وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي قوات الصعيقة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على أمن مصر القومي كما استمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة